طلب ضمان مالي لدراسة اللغة للمرافقين أخي المرافق أخت المرافقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للتقدم بطلب ضمان مالي لدراسة اللغة للمرافق يجب أن يكون المبتعث الأساس قد تقدم بطلب فتح ملف للمرافق وتمت الموافقة عليه وحصل المرافق على رقم خاص به في الملحقية وسجل للحصول على كلمة المرور لصفحته الخاصة على بوابة المبتعثين حيث يتقدم المرافق بطلب الضمان من صفحته وليس من صفحة المبتعث الأساس لذا سيكون مسار الطلب من حساب المرافق على البوابة ليصل إلى المشرف الدراسي ثم إلى وحدة الضمانات وهناك علد من المسوغات لا بد من تحميلها مع الطلب ومن أهمها قبول لغة من معهد موصى به حسب قائمة المعهد الموصى بها على موقع الحقية وأن لا يتجاوز ذلك القبول فترة الخمسة عشر أسبوع ثانيا نموذج التفويض للحصول على المعلومات الدراسية ستة ألف وكذلك نموذج تعهد مرافق لدراسة اللغة يجب مل جميع حقول النموذج وتوقيعه الأخطاء الشائعة هناك مجموعة من الأخطاء الشائعة التي قد تسبب في تأخير معالج الطلب ويمكن تجنبها بسهولة ومنها أولا التأخر في تقديم الطلب ثانيا التقدم بطلب الضمان المالي من حساب المبتع في الأساس ثالثا نقص نموذج التعهد والتفويض رابعا أن يكون القبول المرفق لفترة تزيد عن خمسة عشر أسبوع حيث أن الفترة المسموح بها نظاما يجب أن تقسم في عرض القبول إلى فترات لا تزيد عن خمسة عشر أسبوع لكل فترة وختاما نود التذكير بإيقونة الأسئلة المتكررة الموجودة على صفحة الملحقية الرئيسية فعند النقر عليها واختيار أس المتكررة لشؤون دراسية قسم شؤون المرافقين والإلحاق ثم ضمان مالي دراسي للغة ستظهر أمامك جميع الأسئلة المتعلقة بالطلب شكرا لوقتك ونتمنى أن يكون العرض قد وضح الطلب لك بشكل أفضل مع دعائنا لك بالتوفيق شكرا للمشاهدة